ما الحل؟ ماذا ينهي صراعاً يقوم على هذه الخلفية الصعبة على هذه المفارقة الشاسعة هناك صورة للحل تنقذ الجميع وتؤتي ثماراً طيبة فضلاً عن انهائها للصراع المرير ذلك أن تعدل السياسة كلياً عن خطها المعادل الشعب وتعترف به وتستند إليه وتكون إرادتها من إرادته وهمها تحقيق مصالحه صورة أخرى تنهي الصراع ولكن لها تتراجع بالمجتمع والوطن إلى غابر التاريخ الأسود بل إلى مستوى حياة الحيوان وذلك بأن يتنازل الشعب عن حريته وكرامته وكل حقوق حتى اللقمة ويسلم أمر التصرف في النفس في النفس والمال والحاضر والمصير إلى جهة واحدة معينة اسمها السلطة لا فصل اليوم ولا غداً بين الحراك الشعبي وبقاء الرموز من قادة المعارضة وغيرهم من السجناء السياسيين المشاركين في هذا الحراك بالغ ما بلغوا في سجونهم السجون لن تفرغ ما دام الحراك والمطالبة بالحقوق قائمة فما من سبب للسجن إلا هذه المطالبة التي يراد لها من قبل السلطة أن تختفي ولا ينطق بها لسان ولا ينطق بها لسان أن تختفي ولا يتفوه بها ثم والحراك لا يمكن أن يتوقف وواحد من رموز المعارضة وقادتها أو من سائر أبناء جمهورها الشرفاء مودع في السجن والمطالبة بالحقوق لا يمكن أن تكف وواحد من هؤلاء كلهم فاقد لحريته ويوم يعترف للشعب بحقوقه لا بد أن تخلوا السجون من نزلائها الأحرار الشرفاء الذين ما سلبت حريتهم إلا لاعتزازهم بها وبحرية الشعب وإصرارهم عليها وعلى حريته وبقاء حقوق الشعب مهدورة يعني بقاء السجون مملوءة من أحراره تعبيرا صارخا عن هذا الهدر وامتهان كرامة الإنسان ومحق حريته وخروج سجناء الرأي لا يدفع ثمنا للتنازل عن سائر حقوق الشعب فإنه الشيء الذي لا يرضاه السجناء ولا يرضاه معهم الشعب هذا من جهة ومن جهة أخرى لا يمكن أن يصدق أن الشعب استرد حقوقه والسجون تمتلئ ببنيه وبناته ولا أن يبقى واحدا أو أن واحدا من أبناء الشعب يرزح في العبود تحت وطأة العبودية وستظل المطالبة بالحقوق وتفريغ السجون من أبناء الشعب الأحراري مشغلة هذا الشعب حتى يتم استنقاذ الحقوق واسترجاع السجناء لحريتهم المسلوبة أما ما يأتي من تصريحات الدول والمنظمات الحقوقية في مناسبات متعددة من كلمات تدين تصرف السلطة والأحكام الجائرة في حق رموز الشعب وسجناء الرأي والتلاعب بقضية حقوق الإنسان وإدارة الظهر لمسألة الإصلاح فكل ما تعنيه أن هذه الأمن الجهات المحايدة وحتى عددا من الدول الصديقة للسلطة يجبرها الوضع الظالم الذي يعاني منه الشعب والمعاملة القاسية التي يواجه بها من السلطة على إدانتها ومطالبتها إعلاميا بالإصلاح من دون أن يمثل ذلك مقدمة منتجة للحل إما لأن الجهة المدينة والمطالبة للسلطة بالإصلاح لا تملك أكثر من ضغط الكلمة أو لأن لها موقفا عملية من القضية على خلاف مقتضى الحق ومصلحة الشعب تمليه مصلحةها المادية الخاصة لا بد من قانون يقول بأن مشاركة في مسيرة أو اعتصام احتجاجي سلمي تستوجب السجن لعشر سنوات وأن الدعوة للمطالبة بالحقوق بالأساليب السلمية تصدر من قيادات للمعارضة عقوبتها السجن المؤبد أما القتل تحت التعذيب فأقصى عقوبة له السجن لسبع سنين في نظر قانون آخر نحتاج لهذه القانونين حتى تفهم هذه فلسفة هذه الأحكام صحيح أننا تضمنا جميعا أرض واحدة وزمان واحد والسلطة واحدة ولكن بما أننا طبقات تتفاوت شأنا وقيمة وإنسانية فلا يصح أن يحكمنا في الموضوع الواحد في القضية الواحدة وفي الحقوق والواجبات قانون واحد فالحق كل الحق أن تتعدد القوانين التي تحكمنا رغم وحدة المكان والزمان والسلطة والموضوع الذي تقضي فيه هذه القوانين نعم بعد أن صنفنا طبقات لابد أن تتعدد القوانين التي تحكمنا ترجمة نانسي قنقر